يعني أمر الآن متداول في الساحة أنه أحد المحسوبين على التشير يقول أفتى فتوى يعني من أصحاب الكاريزمة أفتى فتوى يقول فيها أنه كل من ادعى الاتصال بالإمام الحجة في عصر الغيبة فهو يعتبر خرافة واللي يقول هذا الكلام يعتبر كاذب ماذا يقول الشيخ لهذا الشيخ؟ أحسنت أخونا علي بارك الله فيك نعم لديه سؤال آخر يقول أفتى أحد المدعين المرجعية أن كل من ادعى الاتصال بالحجة يعتبر خرافة سؤال الشيخنا أنا ودي أطرحه متصل بهذا الموضوع هل تعتبر هل واحد يستطيع أن يفتي بهذا الشيء؟ هل يعتبر من باب جوازه افتتاه يعني حرام وحلال على موضوع الرأى ولا مرأى يعني ما يعتبر حلال أو حرام حتى يفتي تفضل سمعت الشيء يعني الفتوى عموما اصطلاحا وعملا جارية اليوم في مساء العبادات والمعاملات ومشاكل وإن كانت تعمث القضايا العقائد وما أشبه لكن عموما لا حجية فيها لذاتها إلا أن توافق الدليل فإنه لا تقليد في العقائد في العقائد لا يوجد تقليد إلا اللهم في بعض يعني ما يمكن تسميته تفصيلات العقائد يمكن هناك بحث مطروح في هذا الجانب أنه هل يجوز التقليد فيها أم لا أما أصول العقائد فلا يجوز قولا واحدا أما هذا الكلام فكلام أخرق يعني واضح لأنه أولا ليس عندنا دليل ينفي إمكان اللقاء بالإمام الحج عليه الصلاة والسلام في غيبته الكبرى بل على العكس من ذلك الأدلة تضافرت على إمكان اللقاء وعلى تحققه تحققه بالفعل في عالم الخارج في عالم الواقع وهناك آثار في ذلك قديمة وهناك آثار حديثة نسبيا في هذا الشأن فعلى الذي يزعم أنه لا يمكن اللقاء به أن يعرض الدليل على ذلك ولا أحسبه يمكنه أن يقدم دليلا إلا التوقيع الشريف الذي فيه ما مضمونه ألاف من ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فكذبوه مضمون العبارة الشريفة وهذا الرجل إن استدل بمثل هذا فسيكشف عن جهله أو لا أقل عدم التفاته إلى معاني كلامهم عليه الصلاة والسلام فإن هذا الحديث لا ينفي أو هذا التوقيع الشريف لا ينفي إمكان اللقاء به وإنما ينفي إمكان المشاهدة والمشاهدة هنا بمعنى الظهور كما يقال مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله أي حين ظهر في حروبه في غزواته ولذلك تجد أنه الإمام عليه الصلاة والسلام قال قبل ظهور السفياني والصيحة فالقضية مرتبطة بهذا السياق حتى لا يأتين أحد ويقول ظهر الإمام كهذه العصابة المتخلفة التي طلعت وتقول أنه الإمام ظهر وعندنا يماني وعندنا ابن الإمام وخلص يلا اتبعوه طيب كيف هذا الحديث ينطبق على أولئك أنه وين ما رأينا لا صيحة ولا سفيانيا فإذا لا ظهور لأ المشاهدة هنا بهذا المعنى للمشاهدة بمعنى مجرد إمكان اللقاء إمكان اللقاء متحقق تحقق أكابر علمائنا الصالحون قد التقوا بالإمام عليه الصلاة والسلام وتلقوا منه إرشادات وتوجيهات وهذه مصطورة في الكتب منذ زمان المفيد رضوان الله تعالى عليه وإلى زماننا الحالي قد أنبأتكم سابقا أني أعرف أحدا التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام ولن أصرح باسمه فالقضية هكذا ما يأتي واحد هكذا جزافا بكل بساطة يقول أنه لا يمكن أنا أفتي قال أفتي بذلك أي فتوى هذه هذه ينبغي أن يحذف منها حرف ويستبدل بحرف آخر فالقضية هكذا يعني كلام سخيف تافه هذا هذا كلام سخيف تافه ولا يقره عليه أحد من العلماء ومشكلتنا هي هذه لما الظاهرة البالونية إخواني هذه تتعاضى مشكلة المشاكل حقيقة مشكلة المشاكل يعني هو هم تأخذه العزة بالإيثم وينتفخ مثل ما نقول هالشكل فبعد يجي يشرق ويغرب بعد كيف يحشي كيف يحشي لأنه يعتبر يحس سبحان الله من نوازع الفساد في الإنسان الشيطان يعني هم يخليه أكثر يجنح نحو ذلك أنه روح انضي هالشكل اضرب مثلا بعض الأمور المسلمات اضرب مثلا بعض العقائد بعض الأحكام بعض الأصول خلص اعمل ما تشاء لأنه أنت مثلا أنت تسيد الساحة هذه هم حالة العجب والغرور نعوذ بالله إذا تملكت الإنسان فيضل ويضل أيضا مو فقط هو يضل يضل للناس فهذا كلام عموما لا دليل عليه لا ليس هناك دليل على النفي بل الأدلة تضافرت على الإمكان وعلى تحققه فعلا وثبوته وهذا شأن العلماء لا تجعل أي واحد يتصنع صورة العلماء والمجتهدين ويفرض نفسه ويتكلم ومن ثم الناس تنساقوا إليه لا حققوا جيدا تعرفون إن شاء الله اشتركوا في القناة